على رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إنه تحدث مع وزير الخارجي الأمريكي أنطوني بلينكين عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات أضاف البرهان في منشور له على منصة X أنه أبلغ بلينكين بأن الميليشيا المتمردة تحاصر الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم هذا وادانة المنصقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان قصف طائرات حربية مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور بقذائف وبراميل متفجرة وصفت المنصقية القصف الذي أدى إلى أصابة أربعة أطفال بجروح خطرة وتدمير عدد من المنازل بالجريم النكراء في حق النازحين طلبت الأمم المتحدة والدول الغربية والاتحاد الأفريقي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر السلاح والطيران في إقليم داثور وحماية المدني